تطبيق تويتر تعمل ذلك بكل سهولة من خلال الإعدادات ولكن إذا كنت فاتح حسابك من نظام تشغيل الويندوز يعني من أجهزة الحسوب ولكن بالنسبة للهواتف في هذا الفيديو سنتعلم كيفية تحويل اللغة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد وبنظام آي او اس وهنا تكون لغة التطبيق كما هي لغة النظام يعني إذا كانت اللغة في الهاتف عندك اللغة العربية تكون لغة التطبيق اللغة العربية وكذلك الأمر بالنسبة للغة الإنجليزية طبعا الآن أنا عندي تطبيق تويتر باللغة العربية كما نشاهد على الفيديو رح نحول إلى اللغة الإنجليزية كيفية تغيير اللغة؟ رح ندخل إلى الإعدادات أو الضبط في الهاتف وبعد ذلك اختار الإدارة العامة والآن رح نختار أول خيار موجود لدينا اللغة والإدخال وبعد ذلك رح نضغط على اللغة والآن رح تختار اللغة يلي إنت حابب تغير إليها رح نختار اللغة الإنجليزية كما نشاهد في الفيديو والآن رح نضغط على الضبط كافتراضية طبعا الآن قد تم تحويل لغة الهاتف إلى اللغة الإنجليزية وتلقائيا يتم تحويل لغة التطبيق أو لغة تطبيق تويتر إلى اللغة الإنجليزية ندخل إلى تطبيق تويتر كما نشاهد في الفيديو طبعا كما نشاهد قد تم تحويل اللغة في تطبيق تويتر إلى اللغة الإنجليزية وبهيك بنكون انتهينا من الفيديو إذا شفت أن المعلومات مفيدة دعمنا بلايك واشتراك وإذا كان لديك أي ملاحظات أو استفسارات بإمكانك كتابتها في التعليقات أسفل الفيديو اشتركوا في القناة